بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه جل جلاله وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنات فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يتجدد بكم اللقاء من هذا المكان من المسجد الحرام مسجد الكعبة الشريفة لنتدارس معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم وما زال الحديث عن آية الاصطفاء وما بعدها من السورة العظيمة الكريمة المباركة سورة آل عمران حيث قال ربنا جل جلاله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيما وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هنا وعند هذه الآية وقفنا في درسنا الماضي ومما تبقى من أن نقف معه في هذه الآية الكريمة المباركة فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الاصطفاء كما ذكر الله عز وجل إن الله اصطفى آدم وهنا ذكر فرد ونوح ذكر فرد ثم قال الله عز وجل وآل إبراهيم وآل عمران فهنا ذكر بيت إبراهيم عليه السلام ثم بيت آل عمران وبيت آل عمران هو فرع من بيت إبراهيم عليه السلام وهو داخل في بيت إبراهيم عليه السلام ولكن لما كانت هذه السورة وصدرها والآيات التي تمثل ما يقارب نصف هذه السورة مرتبط بقضية بني إسرائيل مرتبط بذاك الوفد من نصارى نجران الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بينهم تلك الحوارات والنقاشات فكانت هذه السورة الكريمة المباركة تتحدث عن تلك الأحداث وتؤيد موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره وجداله لوفد نصارى نجران وتعرض لقضايا رئيسة فيما يتعلق بشأن أهل الكتاب وهنا والله جل جلاله يذكر قضية الاصطفاء وقد مر معنا في سورة البقرة قول الله جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فهذا إخبار بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل امتحن وابتلى واختبر الخليل إبراهيم بابتلاءات عظيمة وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفى ووصفه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم إبراهيم الذي وفى وهنا جاء الإخبار بقوله جل جلاله فأتمهن أي أكمل جميع تلك الكلمات وأتمها كما يريد الله جل جلاله فكافأه الله عز وجل فجعله للناس إماما فالخليل إبراهيم أراد أن يكون هذا الأمر ممتدا في ذريته فأخبره الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين أي أن هذا الأمر وهذا الإرث سيبقى في ذريتك ولكن في أهل التقوى وليس في من وصف منهم بالظلم ويكون من الظالمين فالله عز وجل لا يحابي أحدا فلذلك ولايته للذين اتقوا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك أيضا في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى فالله ولي الذين آمنوا فالله ولي الذين آمنوا فلذلك الإيمان والتقوى هي من يدخل الإنسان في ولاية الله عز وجل فهنا عندما طلب الخليل إبراهيم ذلك لذريته فأخبره الله عز وجل أن هذا الأمر لا ينال من ظلم من ذريته وكما أيضا تبين لنا أن جميع الأنبياء من بعد الخليل إبراهيم فهم من ذريته وهم من أولاده سواء كان أنبياء بن إسرائيل ونحن نعلم أن المقصود بإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإسرائيل هو يعقوب فجده إبراهيم جده لأبيه ثم من بعده كان أنبياء بن إسرائيل أي كلهم منسوبون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فجميع أنبياء بن إسرائيل هم من ذرية إبراهيم وكذلك الفرع الثاني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إسماعيل أيضا ابن إبراهيم ولكن كان إسماعيل من هاجر وكان إسحاق من سارة فإذن هم إخوة لأب فأيضا فرع إسماعيل كان منه بعد ذلك النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ولد إسماعيل وإسماعيل هو ابن إبراهيم إذن رسول الله محمد صلى الله سلم هو من ذرية إبراهيم وفي هذا الإصطفاء لو أن كان لبني إسرائيل الذين وذاك الوفد الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم العقل السليم الكامل وهم يسمعون هذه الآيات التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم لعلموا أنه رسول الله حقا فهو يذكر آباءهم ويذكر نسبهم بهذا الذكر الجميل وبهذا الوصف وما كانوا عليه من الإيمان والتقوى وما كانوا عليه من المكانة عند الله عز وجل وما كان أيضا لهم من العمل الصالح وما كان لهم من الأثر في الناس وفي الأرض في أزمانهم فلو كانوا يعقلون لعلموا أن هذا الكتاب فعلا من عند الله وأن هذا النبي مرسول من عند الله عز وجل وأن الذي اصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران فأيضا اصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضله واختاره وابعثه ورسله للناس كافة فلو علموا ذلك لعلموا أن هذا امتداد لتاريخ أنبيائهم والرسل الذين بعثوا فيهم ولكنهم لم يوفقوا لهذا الأمر ولم يهتدوا لهذا الحق وبقوا على ما هم عليه فغلبت عليهم قضية حب الدنيا حيث خافوا أنهم لو أسلموا لانقطع ذاك العطاء كما أشرنا إليه في الدروس الماضية ذاك العطاء الذي كان يصلهم من قيصر الروم فهنا عندما ذكر الله وآل عمران لأن خصة الذكر من بين ذرية إبراهيم آل عمران لما سيأتي الحديث عنه في قضية عيسى عليه السلام روح القدس الرسول الكريم ورابع أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والرسل فلما كان الحديث سيكون عن عيسى عليه السلام وبيان مكانته وبيان ما له من المنزلة عند الله جل جلاله والحق الذي جاء به واتفاقه مع إخوانه من الرسل والأنبياء في تلك القضايا الثابتة قضايا الإيمان بالله وحده وإفراده جل جلاله بالعبادة والوحدانية سبحانه وتعالى ومشاركة إخوانه من الأنبياء والرسل في دعوة أقوامهم إلى التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده جل جلاله فلما كان هذا الأمر بهذه الكيفية وأنه عبد الله ورسوله وأن الله عز وجل جعل في خلقته آية عظيمة لبني إسرائيل وللناس كلهم حيث أن الله عز وجل خلقه من أم بغير أب فكان هذا آية من آيات الله جل جلاله وأنه ليس بابن الله وولده وأنه ليس كما ادعى فئة من أهل الكتاب وليس هو أيضا كما ادعى بعضهم بأنه هو الإله وإنما هو عبد الله ورسوله خلقه الله عز وجل وخلقه الله سبحانه وتعالى فإذن هو خلق من خلق الله وليس هو ابن الله وليس هو الله وإنما هو عبد الله وهو رسول الله وأنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره وأن الله عز وجل علمه وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله بارا بوالدته إذن هذه الأوصاف التي فيها الحق والبيان من رب العزة والجلال فيما يتعلق بعيسى عليه السلام كان بداية الإخبار من آل إبراهيم ثم آل عمران أيضا نقول ننظر سبحان الله إلى بيوت الأنبياء كيف كانت البيوت تربي على الصلاح وعلى التقوى فهذا الخليل إبراهيم صاحب أبرك بيت في الدنيا نجد في تلك التربية التي تبين لنا أيضا في استعراضنا لسورة البقرة وأيضا للآيات أيضا من سورة آل عمران نجد أثر هذا النبي الكريم على أهله وعلى بيته على نسائه وعلى أولاده كيف كان أثره على هاجر التي خرجت من بيت أفجر رجل في زمنه ذاك الملك الطاغي الذي يتعدى على أعراض الناس فنتصور أما وامرأة تخرج من بيت بهذه الكيفية لتدخل بيت أبرك رجل على وجه الأرض خليل الله إبراهيم كيف كان ذاك الأثر عليها وإذا بها نجدها عليها السلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة كيف كان موقفها في قضية الإيمان والتوكل على الله والثقة في الله ويكفي تلك الكلمة العظيمة عندما تركها خليل الله إبراهيم مع رضيعها في هذا المكان وليس فيه جليس ولا أنيس فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا وهو لا يرد عليها ثم قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا فإذا تلك العناية من الأنبياء ببيوتهم وأهلهم وتربيتهم على الإيمان بالله عز وجل وهنا نجد آل عمران آل عمران نجد أيضاً كيف كيف كانت زوجة عمران معلق قلبها بطاعة ربها فإذا بها تعلن لربها هذا النذر أنها وبعد أن مات زوجها تعلن ذلك النذر قائلة إني نذرت لك ما في بطني محررا تنوي هذه النية تقرباً لربها عز وجل كما مر معنا في الوقوف مع هذه الآية فإذا نقول هذا الأمر العظيم الذي يعطينا أن طريق الأنبياء واحد وعملهم واحد واجتهادهم في البلاغ والدعوة وإصلاح الناس وإصلاح أهلهم على وجه الخصوص طريقهم في ذلك واحد فها هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله وسلم يقوم في أهله وفي قومه منذرا وأيضا يخص أهل بيته وينادي بأسمائهم ويحذرهم وينذرهم فإذا هذا شأن الأنبياء فهنا تقول زوجة عمران وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذا العدو المشترك بين جميع الأنبياء هذا العدو المشترك لبني آدم كلهم ها هي زوجة عمران تلجأ إلى ربها عز وجل تطلب منه أن يعيذها وذريتها أي هذه المولود التي ولدت لها فإنها تطلب من ربها جل جلاله أن يعيذها من شر هذا العدو الذي تحددت عداوته وأنه يريد هلاك هذا الإنسان وأن يكون من أهل النار وأن لا يكون من أهل الإيمان وأن يكون من جنده لا من جند الرحمن فهي تطلب من ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم فإذن قضية العداوة لهذا الخصم قضية واحدة وهذا يعد من الدين المشترك بين الأنبياء كلهم وهي معادات الشيطان فإنه عدو لأبينا الأول آدم وهكذا هو عدو لكل بني آدم فلذلك نجد أن هذا الأمر مذكور في قصص الأنبياء وأنهم يعوذون بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأنهم يحذرون الناس من كيده ومكره ومن أزه ونفه ونفه محذرون الناس منه ومن مراده في إفساد هذا الإنسان فلذلك نجد إمرأة عمران تلجأ إلى ربها وأيضا أن الطريق في الوقاية من هذا العدو هو باللجأ إلى الله جل جلاله كما نجد سبحان الله مما شرع لنا أليس عندما نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس من سور القرآن سورة الناس التي يقول الله عز وجل فيها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شرع لنا أن نستعيذ بالله عز وجل من هذا العدو من الشيطان الرجيم وها هي أيضا زوجة عمران تلجو إلى ربها عز وجل تطلب منه العوذ واللوذ فتعوذ بالله جل جلاله من مكر هذا الشيطان وتطلب من الله داعية أن يحفظ ابنتها مريم وأن يحفظ ذريتها وكما قلنا قضية الفأل والأمل إذا قلنا فإنها كانت تأمل أن يكون لابنتها ذرية ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن الفا تفيد التعقيب والتعقيب على الفور وهنا لطيفة ذكرها العلماء ففي قوله عز وجل فتقبلها بماذا دعت زوجة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فجاءت الإجابة فجاءت الإجابة فتقبلها ربها بقبول حسن فجاءت بصيغتي التفعل مطابقة لقول إمرأة عمران هي قالت فتقبل مني فقال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إذن هذه فائدة مطابقة لقولها أيضا أضاف العلماء أن في قوله فتقبلها هذا التقبل التفعل قال العلماء فيه إشعار بتدرج وتطور وتكثر مستمر من الإحسان والإنبات الحسن من الله جل جلاله لهذه المولودة أي أن القبول الحسن ليس مرة واحدة وليس في البداية فعندما قال فتقبلها ربها أي بمعنى أن هذا التقبل الذي يستلزم الإحسان والإكرام والرعاية والعناية والحفظ والصيانة والتربية ففي قوله فتقبلها يفيد أن ذلك أمرا مستديما مستمرا ما دامت باقية ما دامت باقية وهذه أيضا حقيقة لطيفة ولذلك قال قالوا لم يقل فقبلها قالوا لأنه فقبلها قد يمكن أن يكون أن ذلك الأمر في مرحلته الأولى لكن في قوله فتقبلها أفاد أن الحفظ والصيان من الله جل جلاله استجابة لدعاء إمرأة عمران أن الحفظ سيكون دائما مستمرا لمريم عليه السلام فحفظها الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن ومن التشريف والتكريم أن الله عز وجل يقول فتقبلها ربها هذه الإضافة التي تدل على التشريف والمكان لمريم البتول عليه السلام فكان هذه إذن التقبل هذه مقدمة حقيقة التشريف وهو قبول لنذر إمرأة عمران وإكرام لها وفيه دلالة على أنها صادقة في نيتها صادقة في دعوتها فلذلك كان هذا التقبل إذن فقضية فتقبلها فيه دلالة على صدق إمرأة عمران وفيه أيضا إشارة إلى شرف مريم عليه السلام لأن من قبله الله ومن الله عز وجل يخبر أن هذا القبول سيكون بحالة مستمرة وفي قوله بقبول حسن إشارة على أن هذا القبول أيضا محاط بالرضى محاط بالرضى إذن هو قبول مستمر محاط بالرضى من الله سبحانه وتعالى إذن هو فيه إشعار بصدق نية امرأة عمران وصلاح تلك النية وأن الله عز وجل قبل هذا منها فهذا فيه مكافأة لها ثم أيضا فيه إشعار لهذه المولودة وهي مريم بأن الله عز وجل تقبلها تقبل الرضا وأن التقبل فيه تلك الفائدة في ديمومة الرضا عنها والإكرام والعطاء والحفظ لها فتقبلها ثم ربها هذه الإضافة أيضا دلت على التشريف بقبول حسن الباء هنا للتأكيد أي أن ذاك القبول مؤكد وأنه قبول حسن بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا بإحساس بمعنى أن العطاء كثير سيكون متنوع ولذلك من العلماء من قال بقبول حسن أنه مشعر بأن أثر ذاك القبول يترتب عليه صلاح الباطن وفي قوله وأنبتها نباتا حسنا أن ذلك مشعر بإحسانه عليه في جسدها وظاهرها أي بمعنى أن ذاك الحسن وذاك الإحسان عليها سيكون باطنا وظاهرا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأيضا في قوله وأنبتها نباتا حسنا أي أنها ستكون بمحل العناية من الله والرعاية منه سبحانه وتعالى ثم يقول عز وجل وكفلها زكريا وهذا من الكرامة أيضا لمريم إذن الآن الكرامة لمريم أن الله تقبلها وفي إضافة إضافة الرب إليها الربوبية في قوله فتقبلها ربها هذا تشريف ثم وصف القبول بأنه حسن أيضا دلالة على الرضا ثم التفاعل في تقبلها الذي يفيد الديمومة ثم الإنبات والجمع بين القبول والإنبات على قول من قال في التفريق أن يكون في القبول عناية بالباطن وفي الإنبات عناية بظاهر جسدها بمعنى أن الأمر سيكون إصلاح لها كاملا لباطنها وظاهرها ثم إضافة على ذلك قال وكفلها زكريا كفلها كفلها زكريا أيضا من الإحسان لمريم أن جعل كفالتها عند زكريا هذا النبي الكريم عليه السلام وكفلها بالتشديد وفي قراءة وكفلها فكفلها هنا طبعا الكفالة بمعنى الضمانة وكفلها بالتسهيل فيه لغتان كفلها يكفل وكفلها يكفل كفلها يكفل بالضم وكفلها يكفل فالكفالة بمعنى الضمانة فبالتشديد كفلها زكريا أي أن كفالة زكريا عليه السلام لمريم ليست بفعل الناس وإنما هي بفعل رب الناس حيث أنهم اختصموا من الرهبان من يكفل مريم وكل يريد أن يقوم بهذا الأمر فعندما اختصموا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم فإنهم اختلفوا في ذلك ثم رموا أقلامهم على طريقة كانوا عليها في مثل هذا الأمر وكان الاختيار بعد أن رموا أقلامهم وهو اختيار من الله لم يكن لأحد من البشر دور فيه إلا أنهم رموا أقلامهم وكل منهم يريد أن يكون الأمر له فإذن الاختيار ليس منهم وليس من واحد منهم ولكنه اختيار الله عز وجل فلذلك قال وكفلها زكريا حيث عندما اختصموا لجأوا إلى قضية القرعة بالطريقة التي كانوا عليها فكان نصيب زكريا أن يكون هو الذي يكفلها فلذلك لما كان وصولها إليه بهذه الطريقة إذن لم يكن هو شخص واحد وقال أنا أكفلها ولم يكون المجموعة قالوا يكفلها زكريا وإنما كل أراد أن يكون ذلك له فاختصموا فاقترعوا فخرجت القرعة لزكريا فكون فكون حصلت القرعة إذن الاختيار لم يكن منهم وإنما هو اختيار الله عز وجل فلذلك قال وكفلها زكريا فلذلك كان من إكرام الله عز وجل أيضا ومن تكريم مريم أن كفالتها باختيار الله وأن ذلك كان لنبي وهو زكريا عليه السلام واضح إذن هذه أيضا قضية ضم في التكريم لمريم في هذه الكلمات المباركات وكفلها زكريا ثم قام زكريا بهذا الأمر بحقه إذن سيكون مطالب برعاية البدن ورعاية القلب فرعاية البدن بالإطعام ورعاية القلب بالتعليم قال كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها ولذلك قد يسمى المسجد بالمحراب ومحل الإمام يسمى المحراب وأيضا قيل في المحراب يعني غير ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب إذن الآن مريم فرغت للعبادة وكانت تجلس في المحراب كانت تجلس في المحراب تتعبد الله عز وجل والقائم عليها زكريا إذن هو مكلف برعايتها فلذلك يدخل عليها لا أحد غيره يدخل عليها لأنه هو من يقوم بكفالتها ولكنه كلما دخل عليها المحراب ليأتيها بطعام يفاجأ بأن عندها طعام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ولاحظوا في هذه الكلمة أولا في قول الله جل جلاله كلما دخل عليها زكريا المحراب هنا إشعار بأن زكريا عليه السلام قائم بالأمانة التي أوكلت إليه ففي قوله كلما دخل عليها إذن أن ذلك الأمر متكرر من وهذا قيام بهذه الأمانة فإن هذه الرعاية استدعت منه ماذا أن يتابع من تحت ولايته فيكرر الدخول عليها ويأتيها بما تحتاج إليه من الطعام فكلما دخل لأتيها بطعام ودخل عليها فإنه يجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب إذن هذه واحدة في قضية التكرار أعطتنا إفادة بقيام زكريا بحق هذه الأمانة والمسؤولية وأيضا ماذا يعطينا دلال على التزام مريم عليه السلام بنذر أمها وبقائها في المحراب تعبدا لله واضح إذن التزام من الطرفين فالكفيل يأتي ليقوم بمسؤولية الأمانة والرعاية ومريم عليه السلام ثابتة في مكانها لتقوم بأمر العبادة والخدمة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عند مريم رزقا وهذا الإطلاق للرزق ليعطي دلالة على الكثرة نعم فيه الكفاية ليس قليل على التنوع نعم رزق أن يكون في غير الزمن الذي يكون فيه الثمر يعني فاكهة الصيف في الشتاء الكلمة تحتمل ذلك لذلك هنا بدأ العلماء يفسرون هذا الرزق ولكن حقيقة بقاء الكلمة بهذا المدنول الواسع ليدخل كل تلك المعاني رزق أنه كثير فيه كفاية نعم فكلمة رزق تدل عليه ثم أنه متنوع كلمة رزق تدل عليه فإذا كل ما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا إن إن من مسؤولية الولاية والكفالة أن لا يترك من تحت المسؤولية وتحت الكفالة يفعل ما يشاء فها هو زكريا عندما رأى أمرا قد يكون من ورائه ريب لأن مريم لا يدخل عليها أحد وهي امرأة فالطعام من أين أتى فكان السؤال من زكريا عليه السلام إذن هذه الأمانة التي استدعت تكرار الدخول والشعور بهذه المسؤولية في حق الإطعام فعندما رأى الطعام لم يكن السكوت وإنما كان السؤال وأيضا في الأدب أنه لم يبتدئ بأي اتهام وإنما بالسؤال أنا لك هذا وهنا صيغة السؤال فيها تعجب قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إذن هو يسأل أنا لك 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 هذا سؤال مشعر بالاستغراب لوجود مثل هذا الأمر فيأتي الجواب منها بقولها قالت هو من عند الله إذن أدركنا أن السؤال فيه دليل على ماذا القيام قضية المراقبة والمتابعة وأن من ولي أمرا يتابع ويسأل ولا يترك الأمر على القالب فلذلك هو سأل فجاء الجواب من مريم البتول عليه السلام بقولها قالت هو من عند الله هو إشارة إلى ماذا إلى هذا الرزق من عند الله أي أن الذي رزق ذلك هو الله سبحانه وتعالى وذكرها لهذا للإسم العظيم اسم الجلال الله ففيه إشعار لطيف هنا ما قالت من عند ربي وإنما قالت من عند الله ففيه إشعار أن هذا الرزق إكراما من الله جل جلاله لمريم البتول العابد لله سبحانه وتعالى وأن هذا الأمر كالمكافأ على تلك العبودية منها لربها سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة قالت ومن عند الله والأمر الثاني أيضا لإفادة أن الله عز وجل الذي على كل شيء قدير جل جلاله ولا يعجزه شيء فلذلك جاءت بهذا الأمر العظيم أنه من عند الله وهل يعجز الله جل جلاله أن يرزقها بطعام وهنا تأتي بعض الأخبار الإسرائيلية في كيف هذا الإطعام وأنه كان من أحد من يقوم برعاية المعبد ولكن يبقى الأمر الأصوب في ذلك إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله سلم شيء أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في كتاب الله جل جلاله فلذلك هي قالت هو من عند الله فالله عز وجل يرزقها وأن هذا إكرام لها وهو من الكرامات لأولياء الله جل جلاله والكرامة لأولياء الله عز وجل ثابتة ومقرة وهي اعتقاد سلف هذه الأمة فلذلك هذه كرامة من الله عز وجل لمريم عليه السلام قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هل هذا التعقيد من قولها أيضا أو هو من قول الله عز وجل على قولين لعلماء التفسير فمن العلماء من قال هو من قول مريم عليه السلام فبعد أن قالت هو من عند الله فهي تقرر هذه الحقيقة أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب أو أن هذا من قول الله سبحانه وتعالى فعندما قالت هو من عند الله فالله عز وجل يخبر عن هذه الحقيقة العظيمة أنه جل جلاله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله ففيه تأكيد أن الله عز وجل هو الرزاق هذه واحدة والأمر الثاني أن الرزاق يعطي من يشاء بغير حساب وهنا في قوله جل جلاله بغير حساب أي من غير حسبان العبد ولا كسب منه مسبق فالله عز وجل قادر أن يرزق الإنسان بدون أن يكون منه سبب إذن بغير حساب على المعنى عند بعض علماء التفسير أي من غير حسبان العبد ولا كسب منه أي من العبد وعلى المعنى الثاني إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالوا بمعنى بغير عد أي كثير بغير حساب أي من كثرته لا يستطيع أن يحصيه وراضح إذن إن الله يرزق إذن هو الرزاق وأن رزقه سبحانه وتعالى يقع على من يشاء الله جل جل ويريد أن يرزقه وأن يكون ذلك بغير حساب سواء قلنا بغير حسبان من العبد من أين يأتيه الرزق فالله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب أو قلنا بغير حساب على القول الثاني للعلماء بغير حساب أي بمعنى أنه كثير بغير عد من قبل الإنسان إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فإذن هذه الآية الكريمة التي جاء الإخبار فيها والتي تضمنت هذه المعاني العظيمة الجليلة لمكانة مريم عليها السلام والتي تقرر ما أكرمها الله عز وجل به مما ذكر ثم أيضا تقرر إيمانها بربها وإفرادها العبادة لله جل جلاله خالقها واعترافها بأن الله هو الذي يرزقها إذن هذه القضايا الإيمانية والأصول التوحيدية هي التي يتلاقى عليها عباد الله المؤمنين من لدن آدم إلى قيام الساعة وهذا أعظم ما هو في الدين المشترك بين الأنبياء وبين المؤمنين قضية عبادة الله وإفراده جل جلاله بالعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى في ذلك وأنه جل جلاله هو الرزاق سبحانه وتعالى فإذن هو واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته إذن هنا الله جل جلاله في كتابه الكريم وهو يعرض لقصة مريم عليه السلام ثم بعد ذلك كيف يأتي ذكر قصة عيسى عليه السلام فنجد أن هذا الأمر العظيم يقرر في هذه القصة ثم بعد ذلك هالرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نصارى نجران ودعا اليهود في المدينة إلى غير هذا التوحيد الذي هو ملة إبراهيم هل دعاهم لشيء آخر فالقرآن يقرر أن هذا الأمر العظيم الإيمان والتوحيد هو ملة إبراهيم ثم هو ملة أولاده من الأنبياء ثم هو ملة المؤمنين أيضا من ذريته في بيوت الأنبياء من أولاده وأنه هو أيضا دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب الذي نزل عليه أو فيما يخاطب به أهل الكتاب وفيما يخاطب العرب إذن هذا التلاقي العظيم إذن يوضح لنا أن من ينتمي إلى بيت إبراهيم هم أهل التوحيد أهل الإيمان أهل إفراد الله جل جلاله بالعبادة أما الذين لا يفردون الله بالعبادة فالله سبحانه وتعالى برأ الخليل إبراهيم من نسبة هؤلاء إليه برأ الخليل إبراهيم من ذلك ولذلك العرب قريش مما خدعت والأسياد منهم مما خدعوا به عامتهم أن زوروا سيرة الخليل إبراهيم فبدلا من أن يقدموا خليل الله إبراهيم إماما للملة الحنيفية السمحة قدموه مستقسما بالأزلام فإذا بهم يصوروه في جوف الكعبة وهو يستقسم بالأزلام فكان من مهام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيد الأمر إلى نصابه في أمر الخليل إبراهيم وأن يبين حقيقة ملته وأن يطهر هذا البيت الذي بناه خليل الله إبراهيم لعبادة الله وحده فكان من أعماله صلى الله عليه وسلم العظيمة يوم الفتح بل وما رضي أن يدخل الكعبة حتى ماذا حتى يخرج صورة إبراهيم عليه السلام التي وضعوها في جوف الكعبة هو يستقسم بالأزلام وقال قولته المشهور العظيم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام إذن هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الأمر العظيم عرض فلذلك ما دخل الكعبة حتى أزال ذلك الأمر ورفع ذاك الباطل وغير ذاك التزوير في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام بإخباره أن الخليل إبراهيم إمام الملة إمام التوحيد لا يمكن ولا يتصور ولا يتخيل أن يستقسم بالأزلام الذي ما رضي بالشرك والأصنام فحطمها وهو لوحده فتن وتحمل أن يقذف في النار والذي هاجر إلى ربه وترك أهله وبلده وهاجر مع زوجه وابن أخيه لو وقال إني مهاجر إلى ربي والذي آتاه الله حجته هل هذا الخليل هو الذي يستقسم بالأزلام وهو الذي يقر أن لله ابن هو عيسى لذلك إذن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذه الملة الحنيفية ويبين امتدادها في أبناء الخليل إبراهيم عليه السلام من الأنبياء وممن وافقهم من أهل بيوتهم ومن الناس فلذلك ما تعرض سيرة من آمن من بني إسرائيل ولا تعرض سيرة أنبيائهم إلا ويبين أنهم متبعين لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام الملة الحنيفية السمحة ثم يخبر الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه إذن الولاية لمن آمن بتلك الملة الحنيفية السمحة الملة الحنيفية السمحة فلذلك فلذلك إذن هنا والله عز وجل يخبر عن امرأة عمران رأينا قضية التوحيد والإيمان والعبادة لله جل جل وإفراده بها ثم في بنتها رأينا ذلك وهي إيمانها بأن الله عز وجل هو الرزاق اعتكافها في المحراب تعبد لله عز وجل العفاف الذي كان عليه أمها الأولى هاجر عليه السلام فلذلك هذه هي السيرة وهذا هو الامتداد وهذه هي الذاكرة التاريخية الممتدة لأهل الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ويعقد بين أطراف تلك الذاكرة التاريخية الأنبياء والرسل عندما نجدهم قائمين بالدين المشترك في ذواتهم قائمين به في أهليهم ثم في دعوتهم وبلاغهم للناس وما حاد أحد منهم أبدا فكل نبي خاطب قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذن هذه هي طريق الأنبياء فلذلك هنا القرآن يعرض هذه الحقائق على بني إسرائيل يعرضها على وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا فنزل القرآن يخبرهم عن تاريخ أنبيائهم وتاريخ الصالحين من آبائهم ممن كانوا على هذا الطريق فيدعوه يكون في ذلك إن كنتم تريدون الحق وإن كنتم تريدون الانتساب لآبائكم العظام من الأنبياء والرسل فهذا هو طريقهم وهذا مسارهم فكونوا عليه أما أن تكونوا على الشرك وتجعلوا أن ذلك هو طريق الأنبياء فأي تزوير للتاريخ أعظم من ذلك فلذلك القرآن يعيد الأمر إلى نصابه يعيد الأمر ولذلك مريم البتول عليه السلام وابنها رأينا كيف حصل بعد ذلك في بني إسرائيل الخلاف فمنهم من رفع ابنها إلى درجة الألوهية ومنهم من وقف على الضد واتهمها في عرضها فهؤلاء كفروا بذلك وهؤلاء افتروا بذلك فيأتي القرآن ليقيم الأمر على نصابه وللحديث بقية مع هذه الخبر العظيم في الإصطفاء نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر